اشتركوا في القناة 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 واسعة وطبعا المخطئ لابد من عقابه باشد العقاب والبريء لازم نبرقه ولا حوله ولا قواته اللي بلها العظيم السالة التانية معنا النهاردة وهي خاصة باللعب النجم النادي الاهلي محمد محمود وطبعا بنقول له الف سلامة بعد اجراء عملية الروباط الصليبي للمرة التانية يعني هو لسه رجع من عشر شهور اصابة رباط الصليبي في رجله اليمين للأسف بعد اسبوع او عشر تيام من عودته وبداية الدربات للأسف يصيب مرة اخرى في الرجبة بروباط الصليبي والنهاردة عمل عملية وان شاء الله محمد شابه محترم والعيد جميل وفنان في الكورة نتمنى يا رب السلامة ويرجع لبلد مصر ويرجع للنادي الاهلي ويكون زخيرة حية المنتخب مصر ان شاء الله وكمان من ننساش النهاردة نجمي نادي الزمالك محمود عبد العزيز زيزو برضو النهاردة اجرى في المانيا عملية الروباط الصليبي يمكن محمود عبد العزيز كمان محمد محمود عبد عزيز محمد محمود يرجعوننا بالسلامة وينواروا الملاعب المصرية تانية مرة تانية ويشرفوا انديتهم سواء الاهل او الزمالك ويكونوا رجال في منتخب مواصل في الفترة القادمة. معنا تليفون? الو? كابتن محمد. حبيبي. مين معنا? انا محمود من اسكندرية. ازاك يا سيد محمود? ربنا يخليك يا رب. كنت حب يبقى مسي على حضرتك يا كابتن محمد وعايز اشكرك باسم كل الاسكندرينية على البرنامج المتميز ده. مساء الشنطرة محمود. مساء الفل. والممك بالاحداث بفراحة الرياضية كلها وتميزك وان شاء الله بالتوفيق دايما كده يا كابتن. محمود هل توفق على الصلح وعودة المفاق بين المستشار توركي ال شيخ ومجلس الاهل والجماهيره? والله انا شايف ان الفرص القبول والرفض للادارة والجماهير للفكرة دي. حاجة بتخلينا نفاقر في حاجة. ان الصغير اللي حصل المفاجئ ده من قبل توركي الشيف. اه ده اكيد ليه سبب. هل هو عرف ان الاهلي لا يتسايد عليه احد مهما كان شأنه? معاك. هل هو عرف انه بدعمه للاهلي شأنه بيعلى اكتر? ولا كلها حاجات بنتمنى ان يفهمها توركي ويراها بعين الصعوب. وان ما بدر منه اتجاه الاهلي بصراحة انا شايفها مش مجرد تغريدة وان الاهلي هو السامي باخلاقه. لكن بصراحة انا بميل له السلح بيعني لان هو اللي جاء ومادي ايده هو مش طالب يعني مش طالب رئاسة شرفية ومرة تانية ولا حاجة. هو اهل عايز ادعم النادي اللي بشجعه واعتزر عن اللي بدر منه. فانا شايف ان الصلح انت بحاجة بصراحة. انت شايف ان هو النادي الاهلي يكتفي بان هو قال ان انا عايز ادعم النادي اللي بشجعه ولا النادي الاهلي مطالب المستشار التوركي ان هو يقدم اعتزار رسمي عما بدر منه خاصة ان الموضوع كله كان في العلن ما كانش في السر. لا انا شايف ان لا لا ما فيش داعي للاعتزار هو الراجل جاء واعتزر شفاهيا واتفق معه والنهار ده بعت متهيقل وابد للكابتن الخطيب واعتزر والموضوع انا شايفه انه هو راجع انه بقى في علاقة كويسة بين الطرفين والخطيب كمان تقريبا النهاردة برضو آآ شاكره وقال ان في علاقة كويسة بين مصر والسعودية دايما بقى لها فترة فانا بصراحة بميل للسلح يعني والراجل بصراحة مد ييد وهو اللي جار يعني مش الاهلي اللي جاره ولا تاني انا شايف انه هو اللي استعى للموضوع فانا بصراحة يعني حابب فكرة ان هو يرجع تاني وهو انا بدعم النادي اللي بحبه واعتزر عن اللي بدر منه فخلاص مفيش مشكلة. سريعا محمود رأيك في كهرباء يجي الاهلي ولا ما يجيش? آآ كهرباء احسن جناح آآ شمال يعني قدام الباكة الشمال في مصر آآ لما كان في الزمالك. آآ بعض طبعا هو فترة ما عرفش لما يرجع يبقى ادوي بس انا طبعا مع فكرة وجوده في آآ في النادي الاهلي مليون في المئة. ما ما ضمه في المنتقى بمصر بقية الكابتن حسام البادري? بص قايمة حسام البادري ايا كان آآ فيها فيها مشاكل او حاجة احنا لازم دلوقتي كلنا نقف وركة حسام ونشوف ونستعجلش. مع طبعا فيه وجود كزا علامة استفهام في الاختيارات. يعني كهرباء طبعا علامة استفهام هو ما بيشاركش. وهو فرنسا اصلا دلوقتي فيه. يعني فديه علامة استفهام انا ما عرفش بصراحة. آآ تاني حاجة فيه ناس انضمت برضو زي محمود وحيد مثلا ما بيلعبش خالص. بس انا شايف ان محمود وحيد كويس ويجي منه. فبس ما بيشاركش فبرضو بصراحة مش مش قادر احددلك بالزبط. فاحنا كلنا كده كده وارس مركبة وان شاء الله يعني مع المباريات والصاصيات بتاعت افريقيا كده ان شاء الله يورينا حاجة كويسة يعني مش عايزين يعني يبقى احنا سوي ان احنا احباطنا وان احنا بدأنا نتكلم من بدري ويرجعوا يدونا مبررات تاني ويرجع نفس المشاكل. حبيب يا محمود اشكرك شكرا جزيلا انت واضح ان انت من الجمهور المثقف والوعي جدا وبشكرك شكرا جزيلا محمود من اسكندرية. كمل بقى بداية اخبارنا المحلية والبداية بنادي الزمالك وطبعا النادي الزمالك تأهل لدور المجموعات رسميا خلاص بعد ما فاز على فريق جنرارسيون فود بطل السنغال واحد سفر بهدف ذاتي في مرمى جنرارسيون فود من لاعب السنغال في مرمى وبالتالي الزمالك تأهل عشان يشارك في مجموعة مازينبي مجموعة مازينبي وبترو اتليتكو هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية انتظرونا اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل والبداية بقى بالاخبار المحلية باخبار نادي الزمالك وزي ما قولنا قبل الفاصل الزمالك يفوز على جنرارسيون فود بطل السنغال ويتأهل بهدف نظيف ويتأهل الى دور المجموعات من دور الابطال الافريقية اهم اخبار الزمالك معنا النهاردة ان كاسونجو كابونجو بيصل الى ارض القاهرة لنادي الزمالك بعت له طبعا تذكار الطيران عشان يلطحك بالفريق وطبعا هناك اتجاه كبير داخل نادي الزمالك لقيد كاسونجو في انتقالات يناير على حساب يعني الاحتمال الارجح على الحساب خالب وطيب من وجهة نظر الشخصية ان كاسونجو كابونجو مهاجم مميز جدا والزمالك خسروا السنة اللي فاتت لما طلعوا اعارة كمان معنا محمد عبدالغاني معنا كمان دلوقتي محمد عبدالغاني نجمي نادي الزمالك ومدافع نادي الزمالك طبعا حالته النفسية سيئة بسبب ان منتقابة الحساب البدري مضموش لمنتخب مصر ولكن سمعنا ان هناك مسؤولين في نادي الزمالك قاعدوا معاه وحاولوا يرفعه من روحه المعنوية وعدوه كمان بتعديل عقده وطبعا محمد عبدالغاني لعب كويس جدا وكان يستحق فعلا ان نوم من منتخب مصر في هذه الفترة ولكن هي وجهات نظر فنية وان شاء الله محمد يفضل على نفس المستوى ويكون زخيرة برضو من منتخب مصر في القادم طبعا معنا تلفونات كتير فهنتطر ان احنا نطلع ناخد تلفون محمد هل توافق على الصلح وعودة الوفاق بين مستشار توركي ومجلس الاهلي وجميله? طبعا طبعا لازم لازم الفترة اللي جاية ادارة الاهلي تنظر تنظر للموضوع بنظرة عالمية ان خلاص توركي الشيخ الراجل وافع على الصلف والراجل الاعتزر بس المفروض ان هو اعتزر رسمي. الحاجة التانية اللي احنا لازم ادارة الاهلي تخلص المشاكل اللي ببينها مثلا كان مبينها وبين الزمالك او مبينها وبين توركي قال الشيخ عشان بس يكون فيه تقدم في مستوى القورة في مصر. استاذ احمد رأيك في اختيارات كابتن حسام الدبادي سريعا? لحد ما اختيارات موفقة ومشان نقدر نقول اي حاجة عليها دلوقتي لان لسه ما شفناش غير مباراة واحدة بس للمنتخب نقدر نحكم عليه ان شاء الله في الفترة القدمة بعد مسلا ترس مطشوطة واربع مطشوطة هيخدهم المنتخب. حبيبي استاذ احمد شرفت بمعرفتك وشكرا جدا لاتصالك شكرا حبيبي. كم الاخبار الزمالك وهناك مشكلة في الزمالك حاليا لان الزمالك في فترة تانيار مالوش غير انه هي قايد لعيب كمان لانه هو 129 وليه لاعب استبدال وبالتالي الزمالك خلاص تقريبا الاستبدال هيكون كاسونجو كابونجو تقريبا بالنسبة كبيرة مكان خلال البطايب هناك اتجاه في الزمالك اما عودة او تعاقد مع عمر جابر من نادي بيرامتس او عودة محمد اشرف روقة او البحث عن لاعب وسط مدافع طبعا محمود عبدالعزيز بنقوله طبعا قلنا الف سلامات لانه هيجيب فترة كبيرة محمد حسن لسه مرجعش من اصابة في الرجبة الزمالك قط وسط الملعب او الديفندر عنده مفيش غير فرجاني وطريق حامد وبالتالي في مشكلة فدلوقتي الاتجاه في الزمالك يقيم مع عودة محمد عشرف روقة وانهي فترة عارضه مع امبي وخاصة ان امبي دلوقتي ماسكو كابتن حلم طولان واحنا عارفين ان فيه مشاكل ما بين المسؤولين في الزمالك وكابتن حلم طولان فهو ده الاتجاه الاول او التعاقد مع لاعب وسط مدافع على ان يكون كاسونجو كابونجو هو الاستبدال مكان خالد بطايا كمان اخر خبر بمناسبة الزمالك النهاردة اللي فيفا بعتت للكاف الاتحاد الافريقي بوقف تتويج التراجي التونسي بدور الابطال لالفين وتسعة عشر نتيجة لان الوداد المغربي عمل التماس في المحكمة الدولية الرياضية وبالتالي لا يمكن حتى الان لا تحديد معاد السوبر ولا مكان السوبر لان ما تحددش لحد دلوقتي مين هو بطل السوبر معانا مكالمة هاتفية مين? هلو? هلو? ايوة فاند بستوز محمد بسوني. ايوة. حبيب اتفضل. مساء الشنطرة يا كابتن اخبار. مساء الشنطرة حبيب الله خليك من اسكندرية. احسن ناس. احمد الله يكلمك. احنا بنهاني حضرتك على البرنامج الجميل وعلى الطالة الجميلة. وان شاء الله بنزلها بالتوفيق. وان شاء الله بإذن الله موافقين على الصلح طبعا نصر اخير. بس بدون اي تدخلات طبعا اه داخلية في النادي الاهلي. النادي اللي شخصيته. وانحب نقول ما فيش مشاكل في الصلح. وبيه طبعا بناء على اعتذار اسم من كابتن اه تركي. وان شاء الله بتوفيق بعد كده ان شاء الله. بس بدون اي تدخلات يعني مع مع التحافظ على الصلح يعني. رؤيك في اختيارات الكابتن حسامة بدر المنتخب مصر. ان شاء الله بذن الله هنحكم عليها بقى بعد يعني بياماتش والتاني والتالت من اقدرش نقول دلوقتي حاجة ان شاء الله. خبيبي اشكرك شكرا جزيلا شكرا لزوء. انت حينش من الكلب. شك. من اخبار الزمالك لاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيعيش فترة من الاستقرار كالعادة. بيكسب خد السوبر. الاهلي بيتقلق. الاهلي بيبدع. بيكسب بالاربعة وبالخمسة. طبعا فترة التوقف المتضرر الاول منها طبعا هو النادي الاهلي. فرقة فايقة وبتدوس على اللي قدامها. بتجيب جوان كتير. متصدر الدوري. لكن ما باليد حيلة وهي دي المسابقة في مصر. مفيش حل. هناك طبعا دي صورة لحمصة. المصاب طبعا الشاب اللي اتصاب فيه. القطار لرجلو طبعا للأسف قطعت بسبب النووي عمل القطار لما كان راح يشجع النادي الاهلي. ودي صورته مع لعاب النادي الاهلي في استاد مختار التيتش. وطبعا اعتقد ان الصورة دي. نتمنى ان احنا نشوفها مع حمصة ولعابة النادي الاهلي في دور الابطال الافريكي. ازا توجوا بيه بمشيئة اللي هم او الزمالك. وتكون اهداء وتكون بطولة حمصة. هذا العام ان شاء الله دور الابطال ازا فاز بها النادي الاهلي. او حتى ما فاز بها الاهلي وفاز بها ان شاء الله الزمالك برضو. تكون اهداء منهم لكل مصابي الاندية او الجمهور بتاع الاندية الشعبية الكبيرة زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد طبعا من اخبار النادي الاهلي مهمة جدا ان هناك ثلاث لعيبة على قيمة يعني من كلال الكواليس من خلال اخبارنا الحصرية هناك ثلاث لعيبة في الاهلي على قيمة المغادرة واحتمال كبير جدا في يناير او في نهاية الموسم ابرازهم طبعا صالح جمعة اللي ميستر فيلر غير مقتنع به فنيا تماما والنهار ده كابتل سلعب حفيز طلع تصريح وقال ان صالح جمعة هو ملتزم في الملعب واستبعاده هو استبعاد فني ليس الا يعني مش لصهر او لعدم التزام لا ده استبعاد فني يعني وجهة نظر فنية وواضح جدا من اول ما جي مستر فيلر ان صالح جمعة مش في حساباته كمان كمان معنا كمان اسف جيراردو نجم منتخب انجولا برضو مش في حسابات مستر فيلر وكمان وليد ازارو اعتقد فرصيته اصبحت صعبة جدا مع تقلق اجايه وصلاح محسن وكمان عودة مرمان محسن اعتقد كمان الاهلي بيفوت حسام حسن نجم سموحة علشان يكون موجود ولو نجح الاهلي ان هو يتعقد مع حسام حسن اعتقد ان وليد ازارو هيكون ابرز المغادرين للاهلي سواء في يناير او في الصيف طبعا معنا تليفون الو الو الساعد الو 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 طب حاولوا اتصال بقى بيه لو هو خطة وقطع او اللي حاجة اشوفه جماعة عموما زي ما قلنا ان الاهلي خلاص بيحاول بيفوت حسام حسن نجم الاهلي يسموها عشان يكون هو المهاجم اللي حيحل بدل وليد ازارو لان الاهلي بيفكر جديا في التخلص من وليد ازارو وده طبعا بناء على تعليمات من مستر فيلا دي كانت اخبارنا عن الاهلي ودي كانت اخبارنا عن الزمالك الخبر اللي معنا بعد كده بيرامتز يعود بانتصار غالي وثمين على فريق يانج افريكانز التنزاني في تنزانيا بالفوز عليه هناك اتنين واحد طبعا انتصار انا عشايفه انتصار كبير جدا لفريق بيرامتز اللي بيقدم اداء رقي جدا في الكونفدرالية مع مستر دي سابر طبعا بيرامتز بيتقلق خارج الحدود واعتقد انه هو كده وضع قدمي الاثنين ورأسه ويده اليومنا ويتبقى ليد الاسرة ان شاء الله هيحطها هنا في مصر ان شاء الله في مباراة العودة ويتقاهل لدور المجموعات كمان معانا النادي المصري بيحقق فوس كبير جدا خارج ملعبه على كوتي دي اور بطل سيشيل 4-0 في مباراة قوية جدا النادي المصري صحيح عشان يكونوا واضحين برضه وصرحة ما بيلعبش منافس قوي طبعا احنا عارفين الكرة في سيشيل زي الكرة عندنا هنا في الدرجة الثالثة او الرابعة ولكن يحسب للنادي المصري انه ما بيكسبش واحد ده بيكسب اثنين وثلاثة واربعة يحسب الغزارة التهديفية انت برضه بتلعب خارج ارضك مش بتلعب في ارضك فده ده شيء كويس جدا ويحسب للكافتين ايهاب جليل اللي انا شايفه برضه ناجح جدا مع النادي المصري افريقيا وان شاء الله طبعا اعتقد ان المصري خلاص تأهل كلينيكيا لدور المجموعات برضه من الكنفترية ويتبقى مباراة العودة هي تحصيل حاصل هنا في بورسعيد او في ستالي السويس شباح هتلعب فين حسب موفقات الامنية وحيصعد برضه النادي المصري وان شاء الله حيصعد بيرامتس وطبعا الزمالك والاهلي صعدوا معنا تليفون ايوة مساء الشنتر لا دي اختي بقى دي المهندسة مساء الشنتر عاملة ايه مساء الانوقة والشياكة وكل حاجة حلوة احلى كابتن شنتر في حياتنا اصلا رب انا اخيال ليك يعني انا سهدتي بيت مجروحة طبعا بيت طبعا وانت عرف ان انا عكدت اول واحدة عمرك من زمان يعني اه يا رب اتشوفك في اعلى المهندسة حاش رباش وقت مية عشان اسمع كلامك انا والله متعرف اتكلم لا اقولي كل اللي في نفسك لا والله انا متعرف اقولك انا حب اقول للناس يعني نفسه صغيرا ان انت فعلا حتى بالصخر الحمد لله الحمد لله بني ادم مكافح وعدت بالمراحل كتير صعبة شبت حاجات كتير صعبة بس انت مملتش ومزهقتش والحمد لله كنا كلنا دعمين ليك وان انت تستمر وتبعد عن اي حاجة وحشة اي حد بيقولك حاجة وحشة لا خليك جؤن خليك في هدفك استمر اركز على انت عايز تعمله وحتعمله ان شاء الله انت كنت من حاجة على شعوب صفحة الجروب القناة الحمد لله دراسي برنانج ان شاء الله البنمج يكبر تحقق كل انت تتمنى يا رب في حياتك كلها وربنا يخلي كليد وفي حاجة تانية عايز تقوليها مساء الشنتار مساء الشنتار يلا سلميلي على الولايات بقى سلام شكرا جزيلا من اخبار العاب السلاة وطبعا ليلة ولا كل ليلة النهاردة في اسكندرية الاتحاد السكندري يهزم الجزيرة 95-77 في دور التمانية من البطولة العربية لكرة السلق بالمغرب ويصعد رسميا لنصف النهائي وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان سيد البلد شرف كل البلد وهو حامل لقب البطولة العربية وان شاء الله ننتظر نادي الاتحاد السكندري وهو عائد باللقب الغالي قبل ما ناخد معنا مكالمة تانية بس قبل ما ناخد عايز اقول خبر سريع ان نادي الزمالك يتعاقد مع ايرفينج وولكر اللاعب المحترف الامريكي طبعا ده لاعب كويس جدا ونادي الزمالك بيتعاقد معاه رسميا وحنطلع ناخد المكالمة معنا والاستاذ حسام منين هلو استاذ حسام هلو روح تفين يا حسام يا جماعة في حسام ولا ما فيش حسام لو ما فيش حسام دخل وبرهيم ما فيش مشكلة يعني عادي واحد كلها والله هندخل بقى الاخبار العالمية معانا وطبعا اخبارنا العالمية دايما بنبدأها باخبار المحترفين المصريين وطبعا اول خبر معانا النهاردة هو بيخص لعابنا المصري المحترف في اليونان الكابتن عمر واردة الكابتن عمر واردة هو لعب لاريسا اليوناني تقلق في المباراة الاخيرة وزي ما حدركوا شايفين بيركل دكة البودلاء برجله طبعا عمر رجع للمشاه بمرة تانية عمر قاد فريقه لاريسا اليوناني للفوز على بانا سونايكوس اليوناني اتنين واحد طبعا عمر أدى مباراة رائعة ولكن عمر بعد ما خرج من الملعب زي ما حضراتكم شايفين اشتبك اشتباك زي ما حضراتكم شايفين مع جمهور بانا سونايكوس كان اشتباك جامد جدا وخرج التصريحات قوية جدا من رئيس نادي لاريسا اليوناني اللي هو رئيس نادي عمر اللي بيلعب فيه عمر واردة محترفنا المصري وقال عمر واردة لو ملتزمش اعتقد سيرحل عن الفريق نتمنى التوفيق لعمر واردة وان هو بقى يبطل الحاجات اللي بعملها خارج الملعب عمر خامة كويسة جدا جوا الملعب ولكن نتمنى ان عمر يكون برا الملعب زي جوا الملعب انني خلاص جاد نني ولكنه قاد بشكتاش التركي للفوز على فريق جلت اسراي متصدر الدور التركي في مفاجأة من العيار السقيل بهدف نظيف انني لعب حوالي خمسة وستين دقيقة وقدم اداء جيد انني بتحسن نتمنى انه كمان هو نضمه لكابتل حسام البدر لمنتخب مصر نتمنى انني يقدم اداء افضل من كده ويرجع لمستوى بتاع 2018 و2017 ويبقى يعطي الاضافة لمنتخبنا الوطني طبعا فخر العرب فخر مصر فخر كل الناس العرب محمد صلاح يقود فريق توتنهام فريق ليفربول اثنين واحد في مباراة قوية جدا هي قمة هذا الاسبوع في الدورة الانجليزية محمد صلاح يعني بيكسر ارقام محمد صلاح اصبح عنده 18 هدف لليفربول مع ليفربول في دورة الابطال الاوروبي وفاضله على اكتر لعب جايب اهداف مع ليفربول هو ستيفان جيرارد جايب 21 هدف صلاح على بعد اربع اهداف من كسر الرقم القياسي والتاريخي لستيفان جيرارد كمان كمان محمد صلاح لعب 83 مباراة مع ليفربول ساهن في 80 هدف احرص 59 وصنع 21 عشان تعرفوا يعني بنسبة تقريبا هدف كل مباراة معنا تريفون استاذ صديق ايوة فضل استاذ صديق اسكندرية اه ايوة فضل الف مبروكة استاذ محمد ابنا خليك عامل ايه الحمد لله تمام الله خليك ربنا يخليك يا رب هل توفق على الصلح وعودة الوفاق بين المستشار توركي والنادي الاهلي وجماهيره طبعا طبعا لازم لازم الصلح لازم الصلح انا كلنا الاخوات يعني مخيصين مع بعض رأيك في اختراراتك كابتن حسام البدري حسام البدري في بعض اللاعيبة ملهاش لازمة المنتخب زي هو بيجامل للاهلي وبيجامل الزمالك ده رأيك طبعا اه طب كان في مين لعيب ما نضمش للمنتخب انت كنت حابب ان هو يكون موجود يعني مفروض يعني مفروض خالد امر مفروض يعني من اسكندرية برافع عليه لا بصرف النظر عن نوع من اسكندرية برافع عليه حضرتك ان خالد امر فعلا من مواجبين المواجبين جدا اه مفروض يعني ويه رأيك في عمري مرعي عمري مرعب بص بخويش رأيك في دنجا ايه رأيك في دنجا بتاع بيرامت لكن في نات مضمها ملهاش لازمة في المنتخب وملعبوش يعني الملعنذية بتاعتهم رأيك في دم كهرباء ايه رأيك في دم كهرباء كهرباء برضو ملوش لازمة عشان هو مبلعبش يعني يضم الكهرباء وهو مبلعبش اصلا عمتاً احنا مش هنقدر نقيم التجربة إلا لما تم هو كابت الحشاب البادري مسؤول عن اختياراته نشوف المتوشة اللي جاية دي بإذن الله بالتوفيق وبشكرك يا حبيب شكراً جزيلاً شكراً لحضرتك البريمر ليج الدور الانجليزي زي ما قلنا ان ليفربول فاز على توتنهام ليفربول متربع على قمة دي رؤية تمانية وعشرين نقطة خلفه منشستر سيتي اللي صحق أسطن فيلا بقيادة نجمينة ترزيجية تلاتة سفر وطبعاً نجمينة ترزيجية كان يعني قدم مباراة مستوى مخايب للأمال جداً في هذه المباراة لكن الواضح ان منشستر سيتي بيعلم ان منشستر سيتي ابتدى يدخل فورمة الدوري ومنشستر سيتي احنا عارفين انه في السنوات الأخيرة بيتعصر دايماً في البدايات لكن لما القطر بيقوم يلا السلامة طبعاً الكلام ده فهمه كويس قوي يورجن كلوب وجمهور ليفربول اوعوا تقربوا من السيتي السيتي لو قرب ما بيرحمش ولكم في موسم الفائت عابرة فضل ليفربول متصدر لحد حوالي تابع ثمان جولات والسيتي لما جابه منزلش مرة تانية طبعاً في أخبار الجولة دي منشستر يونايتد أخيراً فرح جمهوره وفاز على نوريتش سيتي تلاتة واحد في مباراة كان بطالها حارس نوريتش سيتي تيم كارول الهولندي اللي لو تفتكروا في كاس الأمر الربية اللي فاتت كان المدير الفاني بنزله عشان يصد دربات جزاء فعلاً نزل كان نوريتش سيتي في هذه المباراة ونجح أنه هو يصد دربتين جزاء الدربتين جزاء دول من راشفورد ومرسيال وللمفارقة الغريبة جداً في هذه المباراة أن راشفورد بعد ما ضيع دربة الجزاء وصدقه تيم كارول أحرز هدف والمفارقة الغريبة مرة تانية أن بارد ومرسيال بعد ما ضيع دربة الجزاء وصدقه برضو تيم كارول أحرز هدف إذاً كل اللي أعب فيه محوض ضياعه وضربة الجزاء عمومة منشستر قدم مباراة قوية جداً وكان ممكن بعد دربتين جزاء ضياعهم كممكن يكسب اربعة وخمسة نتمنى ان منشستر من الفرقة الكبيرة اللي ياما ما اتعتنا في اوروبا نتمنى ان هي تعود لمستواه كالعادة وربنا ما يقطعها عادة عن الجانرز وارسنال ومتابعين الدولة الانجليزي ارسنال يتقدم على كريستال بالاس في ملعبه في لندن اتنين سفر في الشوت الاول ويقدم مباراة كميلة جدا في الشوت التاني دوام الحال من المحال وكريستال بالاس ينجح في التعادل اتنين اتنين وكممكن كمان يكسب ولا احد يعلم ماذا يحدث لهذا الفريق ارسنال في خبر كان سواء مع ارسنفينجر او غير ارسنفينجر الدنيا ما تعرفش رحة معهم على فريق طبعا كمان تشيلسي بيفوز على بيرنلي اربعة اتنين مباراة قوية وممتعة وطبعا ابرز مباراة هذا الاسبوع كانت فوز التاريخي للزقاب ليستر سيتي بكيادة فاردي على فريق ساوس هامبتون تسع صف طبعا ده اكبر فوز خارج الحدود او خارج ملعبه يعني في الدورة الانجليزة في بريمير ليج لان مانشستر يونيتد على ملعبه كان كتب ابسوتش تون تسع صفر فبالتالي ده اكبر فوز هو تساو مع مانشستر ولكن هو خارج الديار يعتبر هو ده الرقم القياسي دلوقتي في البريمير ليج وعلى اثر هذا الفوز اصبح برضي هو هداف الدورة الانجليزة حاليا بتسع اهداف يليه جويرو ثمان اهداف وتيام ابراهيم ثمان اهداف لعب تشيلسي ثم اوبام يانج سبق اهداف هناخد مكالمة طبعا معنا مكالمات كتير مانا اسلام المنفرية تفضل الله يخليك يا حبيبو تفضل مساء الشانطرة مساء الشانطرة كابتين محمد تفضل اسلام تفضل والله حاولت كتير عشان ادخل مع حضرتك في المرات اللي فاتت وانا سعيد المرات ان ان ادخل مع حضرتك بنا خليه الله يخليه منور الله يدايما كده بنا خليك يا حبيبو هل توافق على الصلح وعودة الوفاق بين المستشار تورك الشيخ والنادي الاهلي بجامهيره ومجلس الفاته طبعا طبعا انا واشو يعني سلامة ده في صلح الكورة عندنا انت اشوف حدوتك الكورة عندنا في مصر يعني يعني الفترة اللي فاتت مرت بحلقات ضعيفة جدا فيا ريت لو الصلح ده في صالح الكورة عندنا احنا نتفرج على كورة زي الدورة الانجليزي الدورة الاسباني نتفرج على الكورة يبقى يا ريت انما لو ده مش في صالح الكورة عندنا يبقى بلاش بس انا هتمنى ان هو يكون بصالحنا انا هتمنى اللي هو اي الصلح يتم انا زي ملكاو وعايز الصلح يتم مش بصدقك يا سليم لا اكيد ترامة في صالح الكورة انا هتفرج على كورة وتمتعني كورة انا معاك والله بجد بجد اسلام مش بصدق بوها جد اسلام شايف اختياراتك كتب في حسام البادر ايه اسلام من وجهت نظرك والله يعني احنا ايه انه دلوقتي بصراحة في اختيارات يعني في ايجابيات وفي سلبيات بصراحة والاختيارات اللي هو اعملها دي يعني كفاها سلبيات كتيرة بصراحة يعني انت بسفتك زمن كوي جيبلك من الاخر ايه رأيك في دم كهرباء انت بتعجز لكيا كمتر والله. طيب ايه رؤك في دم محمود وحيد. انت ايه رؤك انت ح tactical ان الكهرباء رؤك سمعنا نبقى ان الكهرباء عايز يرجع زي ما انا كنت موافق على الموضوع ده. لا انا مش موافق والله يبتراحك. مش عايزو يرجع بعد اللعام ولده كلو. مش عايزه يرجع في طراحة احنا بقى دلوقتي عندنا احسن منه كده مرة في طراحة حبيبة سولو مشكورك شكرا جزيلا حبيبة شكرا جزيلا من اخبارنا العالمية طبعا معنا ان نادي باير ميونيخ نجح في دورة 32 من كأس ألمانيا نجح انه في الدقيقة 84 انه يتعادل مع نادي بخوم اللي هو في الدرجة التانية كان متقدم نادي بخوم على باير ميونيخ حتى الديقة 84 بهدف نظيف ولكن خبرة باير ميونيخ ووجود مولر وجنابري نجحوا في الدقيقة 85 و89 انه هم يحرزوا هدفين عشان يصعب البايرن لدورة 16 كمان النهاردة الستي افترى الساوس هامبتون 3 واحد في كأس الرابطة الانجليزية وصعب للطول التالي كمان معانا من اخبارنا برشلونة فاز على بلد الوليد 5 واحد في الدورة الاسبانية النهاردة ميسي طبعا تقلق احرص هدفين وسوارس هدف وفيدا الهدف وكان افتتح في الدقيقة التانية لانجليزية المدافع الوستر ديباك الهدف الاول برشلونة النهاردة امتع وابدع واقنع ورجع تانية تصدر الدورة الاسبانية مرة اخرى في انتظار مواجهة الريال القادمة انتر ميلان كمان في الدورة الاطالية النهاردة صعد للقمة بعد فوزه على بريشيا 2 واحد والمنافسة طبعا في ايطاليا نار 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 ما بين الانتر وبرشيا على القمة طبعا معانا كمان خبر بقى من كأس مصر وهو ده الخبر النهاردة اللي معانا فيه تقرير وهو فوز النادي الولمبي صاحب التاريخ صاحب الانجازات فهو صحيح بلعب في الدرجة التانية لكن النادي الولمبي واحد سبع عندها فازوا بالدورة الممتازة المصري النادي الولمبي خسر من دي كيرنس في المباراة الاولى على ملعبه في الدورة بهدف نظيف ولكن يحسب للمجلس ادارة النادي الولمبي وجمهور النادي الولمبي وجمهور اسكندرية ان هما ما فقدوش الثقة في مدير فني قدير اسم احمد الكاس وقفوا وراء الفرقة وفعلا نجحت وقفهم ونجحت ثقاتهم في المباراة المباراة الولمبي فاز على ملعبه في عيزة دينة عقوب في اسكندرية على النادي الرجاء طبعا احد الاندياق قوية رجاء مطروح اللي طبعا كان موجود في الدورة الممتاز بقيادة الكابتن القدير المدير الفني الكابتن هالي العقبي نجم النادي الاهل ونجم ابترجيت الولمبي فاز بدربات الجزاء الترجحية بمباراة صعبة جدا اكمل الولمبي المباراة بعشر لعبين ولكن نجح الكابتن احمد الكاس وجهازه الفني كيادة المباراة كيادة رائعة ولكن نجم المباراة كان عادل فتحي الحرس الاحتياطي للنادي الولمبي اللي نجح يا جماعة فكرني بعرابي وانا بتفرج على المباراة عادل فتحي نجح في صد أربع رقالات جزاء صدهم مشتروعه بره مسك أربع عامل خمسة المباراة انتهت برقالات الجزاء اتنين واحد رجاء ضيع أربع مسكهم عادل فتحي والأولمبي ضيع ثلاثة مسكهم حارس برضه الرجاء فحنتلع بقى مع بعض نشوف التقرير من ملعب المباراة تواجدة كاميرا كورا مع الشانطوري طبعا التقرير من إعداد الصحف السكنداري المميز الأستاذ محمود حسن محمد حسن وطبعا مدير البرنامج الأستاذ شريف المغربي ورئيس التحرير الأستاذ أحمد فاوز الشانطوري وطبعا الاعداد للبرنامج كله الأستاذ أمير عبد الرحمن بشكرهم على مجهودهم في هذا التقرير الرائع هنطلع مع بعض نشوف هذا التقرير انتظرونا وترجعونا مرة تانية الله يبارك فيك باشكرك طبعا وأقول الحمد لله رب عمي على الماكسة الده وإن شاء الله بإذن الله يا رب الجاي أفضل إن شاء الله فوز صعب ولكنه مستحق في النهاية لا طبعا فوز صعب أنت بتلاع فريق جبير فريق الرجاء فريق يلعب في الده المتاز والحمد لله رب عمي العيب تقدت النهار ده بفضل الله سمحاته لأسمى بجمهور ده اللي كان داعم لنا جبير قوي أتمنى إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يبقى أحسن إن شاء الله أعتقد إن هذا الحقيقي للنهار من النهار من شاء الله لا إيه مش بداية إحنا ما كناش موفقين في مورد كرنس وده حق ما كناش مجواس ما كناش مجواسين واعترفنا بكده واللعيب اعترف بكده فدي بداية النجاح إن أنا أعتفل أنا كنت مخطئ كنت مقصر لكن الحمد لله نهاردة بناء فرقة تهلة وفرقة محترمة فرقة بتناعب ده الممتاز وإحنا خارجين من الخصارة فطبعا كل ظروف دهت صعبة قوي فلكن في الأول الأخر بنقول الحمد لله ده فضل ونعمل عند ربنا فلنفيدي تجاراتي النهاردة كتير في الفرقة من كبين أخوان آه يعني حوالي مسأة في تسعة لعيبة النهاردة النهاردة المكسب الحقيقي النهاردة مش يلفوز المكسب النهاردة عودة تعادل يحيان شوف قد إيه إن هو كان راجل جون كوريس ومحترم وحاجة جميلة والمكسب الأكثر كمان النهاردة إن النادي اللونبي شاف النهاردة لعيب صغير من ناشئين نادي اللونبي اسمه نادي حسن موليد 2001 بيلعب في الفريل الأول نهاردة وغيرته في آخر عشر داي لكن أداءه كان كويس جدا وكان موجود معايا أحمد عيد وده المكسب الحقيقي بالنسبة لنادي اللونبي ألف مبروك سألت أن نحن أفتقي مع الكابتن هاني العقبي المدير الفني نادي الرجاء بعد نهاية مباراة كأس مصر مامل أولمبي والخسارة بدربات المعانات الترباحية لنهارد لك يا كابتن الحمد لله على كل شيء وببارك لفريل الأولمبي وتوفير ليهم في اللي جايب وتوفير لينا إن شاء الله عندنا مباراة كمان يومين في مطروح مهمة بالنسبة لنا في الدوري فعشان كده يعني ما لعبناش كل العناصر الاساسية محاش لايه تقريبا من العناصر الاساسية بتاعتنا لكن الحمد لله في الآخر مباراة كويس اللعبة أدت بشكل كويس والهزيمة في ضربات الجزاء يعني أمر وارد فكورة لكن الحمد لله المهم كنت عايز تطمن على مجموعة كبيرة من اللعبة أدت الحمد لله بشكل كويس وظهروا بشكل كويس أستعدناك للمباراة القادمة مع مين في الدوري إن شاء الله بلدية المحلة يوم الخميس إن شاء الله في مطروح بإذن الله توفيقة كابتن إن شاء الله وربنا وفاكة للسلام شكرا وساعدنا مني حنا ألطاقي معناه برئيس النادر الأولمبي السيدة اللوى جمال عبدالعال مليون مبروك ودي بداية النادر الأولمبي الحقيقة النهاردة مليون مبروك الفوز على الرجاة وضربات الجزاء ربنا يبارك فيك ويخليك الحمد لله يعني الفريق عمل ماتش مش بطال وخاصة إنو اضطرد منه واحد ولعبوا عشرة لعيبة يعني الحمد لله رب العالمين وطبعا كان فيه مفاجأة حارس المرمى الحقيقة ده حارس المرمى الاحتياطي والهيئة عمل مفاجأة كبيرة قوي قوي صدر مع ملنية تصدهم يعني ماشاء الله ربنا يكرمه بإذن الله المجلس سيقته لم تهتز أبداً في اللعيبة ولا في الجهال الفاني بعد خسارة المباراة الأولى لكن المجلس دعم ووقف وركبت نكاس والنهاردة بنشوف النتيجة طبعا إحنا وارد خسارة ماتش أول ماتش أنا عاز أقول لحضرتك سنة 86 مصر خدت كاس أفريقيا وخسرت أول ماتش لعبته لا يعني أول ماتش لعبنا خسرناه ضد السنجية الأزوم لكن خدنا كاس أفريقيا فربنا يا رب يكرم بإذن الله في اللي جاي مليون مبروك يا سبت اللي هو شكرين جداً ألف شكر شكرين جداً شكراً كمسي سعيداً ألف مبروك بقولي النهاردة الله يبارك فيه الكابتل الحمد لله النهاردة ربنا يعني وفقنا ودي بروبة للماتش الجاي احنا عندنا فاركو وماتش برضو يعني تقيل شوية فربنا سهل بس الحمد لله الولادة كانوا كويسين النهاردة وإحنا منلعب ناصين فالحمد لله كان ربنا أكرمنا وإن شاء الله الماتش جاي حنا بقى أحسن بإذن الله ألف مبروك يا كابتل معرفوز النادي الأولومبي على نادي الرجاة في كاس مصر بساعدنا أن نحن نرتكي مع كبير مشجعي نادي الاتحاد ونادي الأولومبي في نفس الوقت حميدو بن البلد بساعد فول عليك يا كابتل شندوري الشنطرة والجدعانة والفهلاوة وانتك الجميل وكل اسكندرية بتحبك أقسم برب العميل أقول لك حاجة أحلى كلام وأحلى قول تقول معنا الشنطوري مية مية معنا اللي تعد مية مية أنا بقول لك يا شنطوري تعال اسكندرية تعال فرق يا غوي الاتحاد سيدي البلد نعم يحسن في بلد الاتحاد سيدي البلد يا شنطوري أسحل الكلام الأولومبي والاتحاد خوات والسكندرية أم الدنيا نرجع لحراراتكم مرة تانية وطبعا عايز أوجه شكري وتحياتي لفريق العمل ولمجلس إدارة النادي الأولومبي بكيادة المهندس طريق السيد وسيادة اللي هو جمال عبد العال لأن هم بيقدمونا تسهيلات كبيرة جدا بشكرهم شكرا جزيلا على وقفهم معنا شخصيا ومع فريق العمل وطبعا بالتوفير للنادي الأولومبي نادي عريق وعشان لو حدش يعرف أنا أحد طبعا أبناء اسكندرية وأحد أبناء النادي الأولومبي اللي عدت فيه حوالي 11 سنة وبالتالي بتمنى إن شاء الله السنة دي إن كلنا نفرح مع بعض ويسعد الأولومبي للدول الممتاز طبعا عايز حينزل حضراتكم دلوقتي التلفونات الخاصة ببرنامج الكرة مع الشانطوري اللي حابب بعد البرنامج عنده مؤهبة رياضية فنية ثقافية اجتماعية عنده قضايا رياضية فساد رياضي حابب يتواصل مع فريق عمل البرنامج حينزل دلوقتي على الشاشة مع حضراتكم الأرقام بتاعتنا عشان اللي حابب يتواصل معنا وإحنا تحتقام السادة المشاهدين طبعا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا المفروض كان معنا ضيف ونجم كبير المفروض إن هو نجم كبير اسمه كابتن محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ولكن للأسف عدم احترام وعدم تقدير لفريق العمل وللبرنامج الكابتن محمود أبو الدهب اتصلنا عليه كتير لا بيرد علينا ولا قدم أي اعتذار وطبعا إحنا خلاص مش قابلين اعتذاره بس إحنا بنوري للجمهور قادي النجوم اللي انتوا كنتوا حابين تتفرجوا عليها إحنا بازلنا كل مجهود وفرناه تقريبا كل حاجة معاملة محترمة جدا طبعا إحنا ما بنتفعش فلوسة عشان كانت باقي حضركم تبقوا عارفين برضو هو ما طلبش برضو الرجل فلوسة عشان وإحنا ما نظلمهش ولكن أنا بقول بصراحة وما حدش أقولي الكلام ده كان المفروض إن هو يحترم البرنامج اللي اتفق معاه واللي كلمه قبل الزور للهواء بساعات قليلة وقال لك أنا جاي وستان دي باي وتمام وفيه العمل وبننا الحلقة على وجود الكابتن محمود أبو الدهب ولكن للأسف لم يحترم كلمته ما بيرضش على تلفونات ولم يقدم اعتذاره وعلى جمهور الكرة المصرية يعرف محمود أبو الدهب على حياته طبعا اختيارات منتخب مصر في الإعداد يليد تنزلونا اختيارات منتخب مصر عشان نتكلم عليها مع الكابتن طبعا اللي اختار كابتن حسيم البدري اختيارات منتخب طبعا هو اختار في حراس المرمى محمد بسام حارس طباع الجيش وكمان كان معنا طبعا محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك طبعا لا اختلاف على هؤلاء التلاتة طبعا الشناوي مستوى ثابت هو الأفضل عواد متقلق مع الزمالك ويستحق فرصة ولكن مواجهة صعبة طبعا مع الشناوي لأنه هو الحارس الأساسي وهو مشي بمستوى ثابت فعواد فرصته طبعا هتتأخر إلى أن يدهاله محمد الشناوي طبعا محمد بسام يعني هو بياخد خبرة وتجربة ومعتقدش مع عودة الشناوي من أحمد الشناوي لإصابة حارس برامدس ومعتقدش أن محمد بسام هيكون موجود طبعا هو اختار في الدفاع أحمد فتحي رجب بكار محمد هاني في الجنب اليمين لا اختلاف على التلاتة أحمد فتحي الخبرة كابتن منتخب مصر رجب بكار لعيب مميز جدا لعب برامدس ومحمد هاني هو مستقبل المنتخب الوطني ناحية الشمال الكابتن حسامة بدري مختار عبدالله جمعة محمد وحيد ومحمد حمدي طبعا محمد حمدي لعب كويس جدا لعب برامدس يستحق لنه منه انتخب عبدالله جمعة متقلق مع نادي الزمالك في الفطرة السابقة لكن آخر ماتشين عبدالله جمعة على أن هو يرجع حساباته علامة استفهام كبيرة جدا على محمد وحيد أين يعني الكابتن حسامة بدري شافه فين ده ملعبش إلا مباراة واحدة مع النادي الأهلي هذا الموسم أمام فريق اطلع برة لو أي حد كان بلعب كان هيرفع وهيبقى كويس إزاي ده لعيب اتخذ في منتخب مصر إلا بقى لو كابتن حسامة بدري بيتفرج على تدريب النادي الأهلي في مدينة ناصر طبعا ده لنت استفهام كبير طبعا قلباي الدفاع كابتن حسامة بدري اختار محمود علاء ورامي ربيعة باهر المحمدي أيمن أشرف أعتقد اختيارات موفقة طبعا مع أحمد حجازي المحترف يمكن عودة رامي ربيعة آه رامي ربيعة ما بلعبش بقاله فترة ومصاب ولكن وجهت نظر أنا بقى الشخصية أن رامي ربيعة من أحسر مدفعين الموجود في مصر لو الإصابات بعدت عنه أعتقد أن هو هيكون مدافع أساسي في منتخب مصر وربنا يا ربك فيه شر الإصابات وسط ملعب من منتخب اختار الكابتن حسام طريق حامل الزمالك عمر الصلاية وحمدي فتحي من الأهلي عمر جابر من بيرامتس هو الكابتن حسام ليه فكر أنه هو بيدفع بعمر جابر في قص الملعب يعني ما اعتقدش أن عمر جابر بيفيد قوي في نص الملعب ولكن هي بقى وجهات نظر عموما أنا من وجهة نظر كنت شاف أن دونجة بتاع بيرامتس أفضل من عمر وبيستحق أنه هو ياخد فرصة لعيب شاب ولعيب كويس يستحق أنه هو ياخد فرصة وفيه أكثر من لعب كمان على فكرة ممكن ياخد فرصة لكن هي اختيارات مدير فن نكمل لجماعة بقية الاختيارات طبعا هو اختار في النيحة الهجومية عبدالله السعيد محمد مجدي أفشا طبعا في نص الملعب اختار حسين الشحات في الأجنحة مع تريس جي وطبعا صباح كم اختار صباح بس مش عارف صباح حيجي ولا لا بعد اللي حصل في مباراته في مباراته تنهام كمان اختار كمان إسلام عيسى ومحمد فاروق أجنحة بيرامتس وده اختيار موفق جدا لانا ريت بيهم ان هما يختاروا من فطرة ان هما لعبة كويسة جدا هنكمل بس هناخد التليفون من استاذ مصطفى قالو ده منهور عليكم استلام حتى لبكاته ايا مساء الشنطرة مساء الشنطرة حبيبي اعمل يا حبيبي الحمد لله تمام الله خليك الف مبروك يا حبيبي ربنا يخليك ربنا يكرمك ويرفعك في الفترة القادمة ربنا يخليك يا درج حبيبي ايه الاخبار كله تمام حبيبي يقول لي رعيك ايه هل توفق على السلحة من المستشار طول فيال الشيخ والخطيب ومجلسه والنادي الالي طبعا يا كابتن من عجل مصلحة الكرة المصرية والاهل كبير بكيانه وجماهيره وعراكته وكابتن محمود الخطيف هو الجميع وان شاء الله عشان مصلحة الكرة المصرية بس والدنيا تنش مش قصة مصطفى ايه رأيك في اختيارات الكابتن حسام اختيارات موفقة بس انا اتمنى بس ان هي يزيد التجنص المغاريات القادمة ان شاء الله ونكسب ان شاء الله ورأتين في قادرتين مع جزر الكمر وكينيا واعتقد ان الجهرباء هيقدم مستوى طيب ان شاء الله مع المنتخب بقيادة الكابتن حسام البدري وان شاء الله يرجعه المستوى ان شاء الله اخر بس سؤال بنحب نوجهه طبعا فضل حبيبا اه لانا بنشد المسئولين ورجال الاعمال ومجلس الادارة والمحافظة البحيرة الوقوف بس بجانب نادي على العبطة منهور لحل الازمات المادية للصعود للدور الممتاز مش اكثر ولا قال واحنا بنضم صوتنا لصوتك يا مصطفى بس انا عايز اسألك سؤال للاسف دو منهور خرج مبلح من كاس واسل في ضربات الترجيح مزبوط اعتقد اه كلام صحيح كلام صحيح اللي ممكن الكابتن احمد ساري ما كانش بيعتمد على التشكيل الاساسي لانه عنده ماتش مهم يوم الخميس امان بيلا في منافسات القسم الثاني مباراة قوية جدا طبعا على ملعب استاد دو منهور الساعة الثالثة ان شاء الله واعتقد ان اللعب قدم مستوى طيب ولكن التوفيق وعدم التوفيق في رقلات الترجيح يمكن المباراة انتهت ثمانية سبعة رقلات في الجزاء زي ماتش الانبي والرجاء يعني طبعا طبعا لكن الفريقين قدموا راتين مباراة قوية جدا حبيب يا دارش اشكرك شكرا جزيلا حبيب اشكرك شكرا شكرا نكمل اختيارات المنتخب مفضلش بقى غير المهاجمين وهناك العديد والعديد من علامات الاستفادة احمد حسن كوكا ماذا قدم المنتخب مصر لا اعلم مروان حمدي ماذا قدم مع ودي دجلة اساسا الله اعلم حسام حسن يمكن هو الوحيد اللي مستوى ثابت مع نادي اسموحة بيحاول ولكن يعني لعيب يا جماعة زي خدد امر ده حيلعب منتخب مصر امتى عمر مرعي الهجام ده حيلعب منتخب مصر امتى وبعد كده كمان ده كمان ضم احمد جمعة اللي رجع من اصابة من ست شهور ملعبش تقريبا الى مباراتين مع النادي المصري ضموا للمنتخب طب يا جماعة موقدة برضو بيقفل الباب امام اللي عيب الانيات اجتهت بيجيب احباط للعيب يعني انا لو كانت امر السنة الفات التانية هدى في الدولي والسنة دي ببا موت نفس وبجيب جوان كل مواش النادر الاتحاق وماليش نفسي في المنتخب ولا ايه واخد واحد مبيلعبش او واحد لسه رجع من اصابة من 8 شهور ولا 7 شهور طبعا احنا مع الكابتو الحسام وعايزينه ننجح ده اكيد لان ده مصلحة الوطن ولكن هناك العديد والعديد من علامات الاستفهام والتساؤلات نرجو ان يجيب عليها احد من جهاز المنتخب الوطني وان كنا في النهاية نتمنى ان تكون وجهة نظره الكابتو الحسامة بادر طبعا هي لصح واحنا اللي خطأ طبعا هنتكلم دلوقتي على اختيارات المنتخب الوطني يا لاتي جماعة تنزلونا اختيارات المنتخب الوطني الكابتو ان شاوي غريب طبعا النهاردة الكابتو ان شاوي غريب طبعا الحلقة وتبعوا عارفين النهاردة اعلن يمكن من دقائق قليلة اختيارات المنتخب الولمبي واللي هي زي ما حراتكم شايفين هي معانا على الشاشة حرص المرمى عمر ردوان وعمر صلاح ومحمد صبحي وطبعا تم استبعاد الكابتن مصطفى شبير حيارة النادي الاهلي وابن الاعلام الكبير الكابتن احمد شبير خط الدفاع معانا كان اختار برضو كابتن اسامة جلال محمود مرعي محمود الجزار احمد بكهم محمد عبدالسلام احمد ابو الفتوح كريم العراقي خط الوسط اكرم توفيق غنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر خط الهجوم رمضان صبحي وطهر محمد طهر امام عشور عبدالرحمن مجدي مصطفى محمد صلاح محسن احمد ياسر ريال زي ما حراتكم شايفين القائمة بتاعت المنتخب الولمبي تحس ان هي انا وجهة نظري اقوى من قائمة المنتخب الاول كلهم لعيبة شباب رائعين جدا يمكن المفاجأة الوحيدة في قائمة المنتخب الولمبي النهاردة ان اتفاجئتي بقى شخصيا هي خروج احمد حمدي لعب الجونة لان احمد حمدي لعب مميل ولكن كابتن شاوي غريب عنده وافرة وافرة من اللعيبة المميزين جدا تحت راس الحربة طبعا ناصر ماهر طهر محمد طهر رمضان صبحي لعيبة كتير جدا طبعا موجودين في المكان ده وعمار حمدي فبالتالي كان وامام عشور فبالتالي طبعا وفيه كمان قدام صلاح محسن ومصطفى محمد ده عنده واحمد ياسر ريال منتخب اللومبي عنده تحت راس الحربة والممهاجمين لعيبة جمزين جدا اعتقد المنتخب اللومبي محتاج تاكتك تعاون تجانس الجمهور المصري مش محتاج اللي انا اقول له كشانتوري روح اقف مع منتخب مصر لان دي بلدك وطبعا جمهور المصر محاكمله الاستاذ محتاجين اللعيبة تلعب برجولة بروح عالية ان شاء الله باذن الله كانت تشاوي غريب يا كودة كتيبة المصريين الرجالة بتاع المنتخب اللومبي ليه التأهل لدورة توكيو عشرين عشرين حلقتنا خلصت فقراتنا خلصت ان شاء الله لازم اقول لكم لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقة الجاية ان شاء الله السلساء القادم من برنامجكم الكرة مع الشانتوري على قناة الصحة والجمال قبل مختم حابب اشكر شركة او الوكيل جو ميديا بقياس الاستاذ محمد رمضان على الشغل المحترم والتسهيلات اللي بيقدموها لنا بشكر مخرج البرنامج لاستاذ محمد سمير بشكركم شكرا جزيلا في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته